اذهب على html ونزل لتحت هذا الدف وفتح تاج الفوتر. وبقلب الفوتر هون بكتب شو ما بدي. هلا انا بس اكتب اي نص بس هيك كمثال. نلاقي النص طلع عندي هون نعمله شوية style فوتر نعطيه text alliance center بعدين حجم الخط نكبره. نكتب 30 الخلفية نعطيها black والcolor white نعطيه padding من فوق من تحتنا مقدار 40 بيكسل. نحفظ بيكون صار عندنا الفوتر بهذا الشكل. هيك لهون نكون خلصنا هنا ال html وصار عندنا header و form مع جدول وفوتر. وهلأ راح نبدأ نطبق عملي بحيث انه اذا كتبنا اي معلومات هون وكبسنا على create راح نضيف المعلومات على هذا الجدول. وكما راح نكون فينا نعمل edit و delete